اللقاية سن المفاجآت اذكر بانطلاقة الفترة المسائية والخاصة بهجن اصحاب السمو الشيوخ ستكون بمشيئة الله وتوفيقه في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم مسير الى شجون سيد محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي في الصدارة في المركز الاول بينما المركز الثاني الوصول من خلال الشاهينية حمدان بن سعيد بن سالم الدرعي يصل في ثاني المراكز المركز الثالث وصلت نوف هزاع بن ناصر بن سرود الخيلي وصل في هذه اللحظات على المركز الثالث والمركز الرابع هنا تصل في هذه اللحظات هاللي قادم بشعار سيد مضفر بن محمد بن خموش العامري اللي هي غزو وصلت في المركز الرابع المركز الخامس دخول من مرموقة سعيد بن عثب الخزاع العامري وصل في هذه اللحظات على المركز الخامس المركز السادس وصول من صوق الخليفة بن محمد بن سالم الدرعي والمركز السابع هنا تصل في هذه اللحظات على المركز السابع تدخلات رايعة وجميلة من خلال تواجد من تل تاتي في هذه اللحظات لسيد القادم محمد بن علي بن قريع المري وصلت في هذه اللحظات بينما دخول القادم من نشرة سعيد بن حمد بن مبارك المهيري يصل شعار رعيم طيلة في هذه اللحظات المتدخل من عمق الميدا في هذه اللحظات ويقدم الربعة ولكن الأسماء القادمة والقوية ولكن هناك هنا القادمة وان شاء الله وضوع عمد العليب السعودي الاكتباء ولكن اعودي لشجون شجون يا شجون أثبت يا شجون بأن هذا الاسم غالي ورايا محمد بن ناصر بالعوضي من هالي وصلت هناك مشاهدين العزاء متابعين الكرام الشاينية حمدان بن سعيد بن سالم الدرعي ولكن مرسيل مرسيل محمد مرسيل عبيد بن رملي العامري وصل ولكن شجون شجون مع الصدارة شجون مع البركز الأول شجون مع الاطلاق الأول محمد بن ناصر بالعوضي من هالي يتواجد في هذه اللحظات يقدم هذا الاسم اسم شجون على صدارة مرسيل وشجون شجون ومرسيل خط النهاية منطقة الثيل يا سلام الله 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 الصراع القوي التحدي المهير هنا غيرت الصدارة له مرسيل تهانينه والناموس نعني برامل محمد العام للمركز الثالث وصلت شجون محمد بن ناصر بالعودة من هذا المركز الثالث وصلت في ثالث المركز كانت تشاهيرية لحمدان بسعيد بن سالم الدرعي المركز الرابع جبارة عبد العزيز بن حمد بن علي المري والمركز الخامس وضوح محمد بن علي السعودي الاشتبي ثاني نواء النموس على هذا الفوز والانتصار اعود بالتوقيت الزمني ولحظات الوصول لحظات الاعادة الاعادة دائما تاتي هنا وهذه ايضا مرسيل سبع دجائج واحد وخمسين ثانية جزائين يمينة ثانية تهانين العبيد بن رملي بن محمد العامري وسلام يلوقن سلام على هذا الفوز والانتصار الشجون قدمت على ضلائع وجميل محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي حيث قطعت المسافة الشجون سبع دقائج واحد وخمسين ثانية ثلاثة اجزائين الثانية تهانينها والنموس بينما المركز الثالث من كانت في ثالث المراكز وصلت بسبع دقائج ثلاث وخمسين ثانية وفانوا تماما وكمالا شاهنية حمدان بسعيد بن سالم الدرعي شاهدين في كل مكان اينما كنتم تتجذل الانطلاقات تتجذل شوط اخر وهو الشوط الخاص بالقعدان شوط الحادي عشر ينطلق على بركة الله وتوفيقه هنا التوقيت الافضل على الشاشة مع ابو طلعة الهواري هو شعار الحذر للسيد سعيد بن مهنة المحرمي الذي دائما شعار ينتقل بقوة مشاهدينها كما شاهدنا بالعمس ايضا نتابع معكم التوقيت كان سبع دقائج ست اين واربعين وثمانيا ايزا من الثانية